اشتركوا في القناة واتفعيل الشراكة المجتمعية العالمية عرفت مملكة البحرين عبر تاريخها العريق بأنها محطة التقاء شعوب العالم واتضحت هذه الملامح بشكلها الرئيس مع قيادة جلالة ملك البلاد المعظم للمسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة إيمانا من عاهل البلاد المعظم بأهمية التواصل مع مختلف أقطار العالم والانفتاح على الثقافات والشعوب الأخرى لتفعيل الشراكة المجتمعية العالمية ولترسيخ التعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز التعايش السلمي لسكان العالم وتجسيدا لملامح التواصل والانفتاح على العالم الخارجي كانت وما زالت مملكة البحرين الحاضنة لجميع المؤتمرات والفعاليات واللقاءات على الأصعدة كافة فتمكنت مملكة البحرين خلال الأسبوع المصرم من احتضان عدد من الفعاليات ذات حضور كمي ومعرفي منها مؤتمر توسعة الأفق حرية الدين والمعتقد الذي أكد فيه المشاركون على أن المنامة نجحت في تكريس المكانة والسمعة الطيبة كنموذج للمجتمعات القائمة على التنوع والتعددية الدينية والحضارية والثقافية ناهيك عن إطلاق مؤتمر وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي والتي قدمت رؤية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية في الدول العربية وفق متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه واقع ومستقبل التعليم في العالم العربي إلى جانب عقد جلسات برلمانية بحرينية عربية مشتركة وتمضي مملكة البحرين قدما في مشاركاتها ولقاءاتها الخارجية مع مختلف المنظمات والهيئات عربيا وإقليميا وعالميا في سبيل تقديم كل ما فيه خير وسلام لشعوب العالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر